عام الفيل تعلمون أن قوما جاءوا ليحلموا البيت الله وبيت الله هو الذي اختاره الله لنفسه وحوله نلتف جميعا في الصلاة هذا البيت له قالب هذا القالب أريد به ضر وهد فلماذا لا نفى؟ أن الحق سبحانه وتعالى حافظ على مبنى البيت في ذلك العام وأولد فيه أو أوجد فيه الشخص الذي يحافظ على معناه في ذلك العام وإذا كان الحق قد عارض لنا هذه القضية فإنه قد عرضها عرضا عجيبا هذا العرض العجيب يتجلى في قوله ألم ترى؟ ورسول الله لم يرى وقتها ولكنه علم بالقصة من الله هنا نلتفت لفتة هذه اللفتة لماذا عبر الله بألم ترى في مقام ألم تعلم؟ لأن العلم إذا كان بواسطة الإخبار من الله فيجب أن يستقبله المؤمن بالله استقباله لما يرى ولما يحس فليس خبرا عن غيب فكأن ما يقوله الحق في ألم ترى؟ أي ألم تعلم أنني أقول لك وإذا قلت لك فأنا عينك وكأنك ترى ذلك ويقول الحق ألم ترى كيف فعل ربك؟ ومعنى الإضافة هنا تدل على أن المسألة متعلقة بمحمد صلى الله عليه وسلم فعل ربك والرب تفيد التربية والكمال والبلوغ بالمربى إلى مرتبة الكمال ماذا فعل ربك؟ يبقى لمحمد صلى الله عليه وسلم علاقة بالمحافظة على ذلك البيت وبعد ذلك حين عرض القضية عرضها العرض الذي تعلمونه بطير أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل هنا وقف بعض العلماء وقفة وأنا أحب هنا أن أصفي هذه الوقفة هذه الوقفة أننا قد اتهمنا بأن ديننا لا يتمشى مع العقل اتهمنا هذه التهمة من المستشرقين ولكن المستشرقين حين يلقون هذه التهمة يحبون أن يدخلوا منها إلى منفذ خطير يهدمون به الإسلام فقام قوم من الغيورين على الإسلام وقال الإسلام في كل قضاياه متمشم مع العقل فجاءوا إلى كل ما يتصب بالغيب الذي يقف فيه العقل وحاولوا أن يؤولوه تأويلا يرضي العقل حتى يدفعوا التهمة عن الدين بأنه لا يتمشى مع العقل وعلى رأسهم أئمة كبار ومدارس عقلانية لها مذاهب شدة فجاءت في هذه الحادثة التي عاصرت ميلاده صلى الله عليه وسلم وقالوا ما قالوا إن الطير الأبابيل التي ترميهم بحجارة من سبجين هي من الميكروبات ميكروبات أرسلها الله على ذلك الجيش لماذا؟ ليقربوا المسألة إلى أزهان الناس حتى لا يتهم الإسلام بأنه يأتي بأشياء لا تطابق العقل نقول لهم أنتم مشكورون على غيرتكم في أن تدخلوا بعض قضايا الغيب في الإسلام إلى مرتبة العقل ولكن الأديان لا تناقش هذه المناقشة لأن الدين إنما يناقش بالعقل في قمته الأساسية وهي قمة الإيمان بالله ادخل على الإيمان بالله بعقلك أنت حر في أن تؤمن أو لا تؤمن ولكن إذا دخلت على الإيمان بالله بعقلك فتقبل عن الله كل ما يقول ولا تدخل عقلك في كل جزئية مما يقول لماذا؟ لأنك إن أدخلت عقلك في كل جزئية مما يقول فقد رجعت في قضيتك الأولى إذن فاحترم لعقلك ما دمت قد آمنت بالله فيجب أن يكون عمل عقلك في توسيق النقل عن الله أقال الله ذلك أم لم يقل فإذا كانت المسألة كما يريد العقلانيون أن يفسروها وهو أنه ميكروب أو طير يحمل حجارة فيها ميكروب نقول له حدث الفيل حدث عام ميلاده صلى الله عليه وسلم ورسول الله بعث على رأس الأربعين لا شك أن قوما من الذين عاصروا رسالة رسول الله سنهم ست سنة واللي سبعين سنة واللي ثمانين سنة إذن فقد كانوا في عام الفيل في سن العشرين وفي سن السلاسين وفي سن الأربعين إذن فقد شاهدوا الحدث وهم لم يعرفوا المكروب ولا قصته ولا يعرفون شيئا عنه فلو أن القصة التي رآها هؤلاء عام الفيل تعارض أي جزئية من جزئيات القرآن التي قالها طير وأبابيل وترني بحجاوة من سجيل وتجعلهم كعصر معقول لكان من الميسور على المكذبين أن يقولوا لهؤلاء أرأيتم ذلك؟ كان من الميسور أن يكذبوا الأمر إذن فالمسألة حدثت كما قصها القرآن وكما يفهمها العربي من طير أبابيل ترني بحجارة من سجيل تجعلهم كعصر معقول وهب أنك جئت بالمكروب لماذا؟ ألي تسهلها على الله؟ الذي يقول المكروب أتسهلها على الله؟ لا نقول لهم وأيضا إذا كنا نصدقك في أنه مكروب ما ذلك الطير العاقل؟ والمكروب الموجه الذي لا يتوجه إلا إلى أعداء الكعبة يختار قوما دون قوم فيلقي عليهم مكروب وما ذلك المكروب الذي يفعل فعل السحر في أنه بمجرد أن يلقى يفتك بالجسم فيجعله كعصف مأكول بدلالة الفاء ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم والفاء دي للترتيب والتعقيد فالمكروب إذا دخل جسم لا بد له من فترة طويلة من قضانة ثم فترة طويلة من فتك ثم فترة طويلة بعد ذلك يرم الجسم وينتن وإذا رم وأنتن وبعد ذلك يتمزق فما ذلك المكروب السريع العاجل الذي إذا نزل جعل الجسم كأنه عصف مأكول إذا فسواء قلت مكروب أو غير مكروب فياد السماء وفعل الله متجلم في كل شيء ولو كان في المكروب كما تقول الحق سبحانه وتعالى حين يعرض أمرا من الأمور فيقول فعل ربك يعني كما قلنا اطرح قوانينك لأن الذي فعل هو ربك ومدام فعل ربك يبقى ما تجيبش القوانين اللي انت في عرفك هي الفاعلة فعل ربك تلغي عقله انتهى إلغاء عقلك ده ثقة في من قال ومدام ثقة في من قال يبقى أنا عقلي تحملها أو لم يتحملها شيء الإيمان يتحمل كل شيء ولذلك قال بعض العارفين العقل كالمطية يوصلك إلى باب السلطان ولكن لا يدخل معك عليه